وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وإجت محتاج للدعى في كل شيء الدائر صحة وإذا مريضت فهو يشفين الدائر رزق وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الدائر جنى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الدائر مغفرة قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الدائر أي شيء عند الله أي شيء قال وإمي شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فإن تتزأل الله سبحانه وتعالى هذه النقطة الأولى النقطة التانية التقوى رمضان دال الله قال لك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون لعلكم تتقون الله ما دار جويعنا ولا دار عطشنا ولا دارنا ندعب لكن قال لك لعلكم تتقون ويأخذ ذبائح دي المذبحوا في الحج في الضحية في غيره قال لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الشهر دا في التقى الله سبحانه وتعالى في الشهر دا وفي غيره ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجال فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابه إنت صاهم دا اضغط بصرك وغير صاهم تأخذ بصرك وتخلي اللف والدوران والكذب والمعاصي في ناس في رمضان أخلاقهم ضيقة تجد ومفروض في رمضان دا تكون منشريح ومرتاح والعبادة وتلقى في رمضان مضايق كان عصره في الشارع يقول لك يا عرنين صاهمين يا أخ ما لك معنا والت صاهم مفلوك تكون طيبة جدا تلقى في الصيام الضائق وناس يصوموا من الحلال الأكل والشراب أربع طهر ساعة من الصبح للمغرب مما يفطر يجيب الحرام طوالي بس فطر بيجاي يطلع الحق بتاعته يدردم يدردم في شنو يتها والله في السفة بالسف ما لك يا ود ويجيب النهار دا ما أكلت كسرة ما أكلت حلال ما أكلت باصة ما أكلت تفطر بالسفة تدردم في السفة وزول عليك الله الحلال ما عمله إيعمل الحرام وإلى الله المشتكى ناس كتار وناس سهر الليالي الطوال ضيع في زمن الليل كله شغال وها قفل عمياء عمياء بتعشنوا يقول لا عمياء ما جاء بخبر زي والله الذي لا يلا غيره كله هوس ولف دوران فلذلك يا جمعان احنا ما دا نعكر مزيجة الناس لكن الزول يتقي الله شهر دا توب لها الله سبحانه وتعالى من السيتوب وغير الشهر تتوب إلى الله تعالى تتقي الله في السمع الغنى تمسح طوالي الموبايل نزل القرآن تتقي الله في البصر ما تتفرج في بنات الناس تتقي الله في اللسان ما تسب تلعن هو الفاظ سيئ هو إلى آخره لذلك دي كله أشياء ثاني يتقي الله سبحانه وتعالى المسألة الثالثة الزول يتعلم رمضان دفيه احكام لا بد تتعلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قال علماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم تقعد تعرف الاحكام الببط للصيام شنوه والبقدح في الصيام شنوه والبتمم الصيام شنوه وتقرى قرآن وتقرى في السنة وتتعلم لتعرف دين الله سبحانه وتعالى ومنه الصيام المسألة الرابعة والأخيرة شنوه نقدم الناس البعادي إن شاء الله وتعالى الزول عقيدته تكون صحيحة صايم دا يكون مواحد مش صايم وعقيدته في الشيخ تتعبان ساي والله يجيك من الصباح نقول لك بدري نقول لك أزمع أها ثبتوا ولا ما ثبتوا ويت تسابد عشان يثبتوا ثبتوا شنوه ألا أقول لك أها أعلنوا أها بكرة صيام ولا ما لدى للمسلمين يتم جوبك ساي والله الذي لا إلى غيره زول بعتر يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا وفي الشدائد ولا مرة تعتر يا شيخ فلان الحقنا دال ما عندهم صيام تعبانين ساي ولا اتصم انتظر الراجيق قدام قال تعالى في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال تعالى في القرآن ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال تعالى في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك شيخ ما ينفعك القرآن ما بتفهمون ولا تدعو من دون الله الشيخ دون الله ولا ما دون الله دون الله ما تدعوه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت جد عد غير الله فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر شاء ما تعلق لك حجاب ولا تعلق في الطف الكمون ولا تتملب الهوس قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى في القرآن نبرك إن تدعو غير الله قال أيشريكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الشيخ ده بيخلق ما بيخلق بد جنا ما بد جنا بيرزق ما بيرزق بينفع ما بينفع بيملك الضر ما بيملك الضر تنادي له ليه تنادي أيشريكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون